أصوات والخفات سنتحدث أحيانا أن تدخلها ولم نيضع وتعطي السلوك والسلوك الحسن والسمعة هو أنها من يجب أن تكون سيدة تكون حاضنة ولكن تكون تتشتغل مثلاً واحد العمل اللي يمثل الأخلاق أو تتردد على بعض الأماكن اللي فيها مساس الأخلاق اللي كتكون المرافقة ديلها المرافقين ديلها من تعاشر من أصدقاء معارف ديلها أخلاقهم سيئة وكتردوا على المنزل ديلها اللي كتدير في المنزل ديلها بعض الممارسات أو السلوكات اللي هي غير أخلاقية نقصروا بالليل وعندي أوليية صغيرة والابنية صغيرة والموسيقى والليلي الحمراء هذه ما يمكنش هذه السيدة تكون حاضنة إلا بغت تدريد شيئاً خصت بعيد على الطفل هذا السلوك هذا وهي أحر بنفسها ولكن أحد ذلك الوليية تخصها ترقبه وتكون مثلاً بنسبة لي باش يطلع هو مستقيم ماشي ذك شيء اللي عندها سلبي غادي تتأثر عليه هو سلبياً وبالتالي من حق الأب أنه يطالب إستقاط الحضانة فلهذا الأم تنكرر مرة أخرى ما تعنيش أنها ما تشتغلش ما تعنيش على أنها ما تأخرش بالليل إلى كم بحكم العمل ديلها وبحكم المسؤولية ديلها أو بحكم التزاماتها عندها الحق تأخر بالليل اليوم لكي عارفة السيدة كيفية تشتغل داخل البيت وخارج البيت ما بقاش فرق بينه وبين رجل في العمل إن كيف لا الرجل تكون يبقى في جديم ولكن يتكون عندها وليد صغيرة في الضار والأبنية تخصها تنقص من ذلك الدخول لها متأخر لأن الأب تمكنه يتربص لها خاصة من أن يكونوا في حرب وهذا هو الواقع لأن نرجعه في الانتقام وتنرجعه هي حاضية وهو حاضيها ولا يتنحيي لك البنت ولا يتنحيي لك الولد إذن تمكنه يتربص لها ويتبت عليها تأخير متكرر في الليل لأن تخنع المحكمة بأن تأخير كان فقط في إطار العمل ومشي شي حاجة أخرى إذن تخسر تردبنا الحاضينا والمهم فاتش كله هذا المصلحة الفضلة للطيف خص الطيف لا يكون متأثر سلبيا بل يكون جميع المؤشرات الإيجابية وجميع الشروط الإيجابية باش نحسنوا التربية يعني عضو صالح في المجتمع السلام عليكم اشتركوا في القناة